وينضم إليه الآن من مدينة حارم الصحفي مسلم السيد عيسى أهلا ومرحبا لو تنقل بالتأكيد إلينا التفاصيل المتعلقة بتداعيات كل هذا الزلزال حتى هذه اللحظة نعم صحيح الخير يعني حقيقة كما تشاهدون في الصورة المشهد أوضح من الكلام حتى اللحظة لا تزال العوائل تنزح وتنتقل من هذا المكان ونحن في بلدة حارم حيث ضرب الزلزال هذه المنطقة جمعت بعض أغراضها وأشياءها التي استطاعت جمعها من المكان للانتقال إلى مناطق أكثر أمنا ربما هنا كانت العوائل قد وضعت واستقرت في المكان الذي وقع فيه الزلزال هنا على يمين الصورة سننقل أيضا المشهد كما تشاهدونه في الصورة المقابلة العوائل بقيت في هذا المكان بحثا أو أملا بالوصول إلى أي أخبار عن ذويها لكن مع انقطاع الآمال بوجود أي أحياء تحت هذه الأنقاض نتحدث نحن أمام الصورة فقط عن أكثر من عشرين مبنى طابقي في مدينة حارم دمر بشكل كامل ولم ينجو منه إلا القليل العوائل بقيت لأيام تنتظر أخبارا عن ذويها لكن إعلان الدفاع المدني أنه لا وجود لمؤشرات على أحياء تحت هذه الأنقاض يعني بدأت العوائل تنتقل من هذا المكان إلى مخيمات وغيرها بعد أن فقدت كل ما لديها الجدير بالذكر أن أعداد القتلى الذين قضوا حتى اللحظة ولكن الأعداد غير دقيقة فاقت الـ 2500 قتيل تحت أنقاض فقط في شمال غرب محافظة الدفت هذه الأرقام أنا أعتقد أنها مرجحة للزيادة بشكل كبير ربما لثلاث أضعاف على الأقل لأن ما نسمعه من إبلاغ للأهالي عن مفقودين مئات أو عشرات المفقودين تحت أنقاض أبنيتهم لا يزالون يسجلون لدى فرق الدفاع المدني والإنقاذ الموجودة في المنطقة أخبارا أو أسماء ذويهم ويحاولون البحث عن أي دليل أو مؤشرات لوجود جثثهم تحت هذه الأنقاض لكن العمليات اللوجستية التي تحتاج رفع الركام الكبير الذي تجمع هنا في المكان يحتاج أيام طويلة بحسب الدفاع المدني وهو فضل العمل في مناطق يمكن أن يكون هناك فيها ناجين خلال اليوم الماضي لكن اليوم انقطعت الرجاء بوجود ناجين تحت هذه الأنقاض بحسب إعلان دفاع المدني وحسب مديرية الصحة وبالتالي انتقل الدفاع المدني إلى المرحلة الثانية الآن الشق الإنساني هو الأهم وهي المرحلة الثانية لو سمحت يا مسلم المرحلة الثانية هي رفع الكتل الركام والتلال التي تجمعت هنا في المدن لمحاولة البحث عن الجثث يعني حتى اللحظة الأهالي تبلغ عن مئات المفقودين وهم تحولوا ربما إلى جثث لكن لم توجد أو لم يجد الأهالي جثث ذويهم وأبنائهم وأقاربهم وبالتالي هناك مراحل طويلة لرصول إذا هذه الجثث أو منهم تحت أنقاض هذه المباني المرحلة الثانية بدأت اليوم بالفعل دخلت الشاحنات الكبيرة لرفع تلال الركام ثم معاودة البحث داخل الطوابق السفلية وغيرها التي لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إليها خلال الأسبوع الأول من هذه الكارثة الشق الإنساني حقيقة برضو قبل الشق الإنساني سمحني يا مسلم لكن يعني إنما تحدثنا عن الجانب التركي دائما هناك تقديرات حول عدد الضحايا تحت الأنقاض هل هناك تقديرات أو توقعات لأعداد من زالوا لأسف تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة؟ يعني مع الأسف هنا الحالة مختلفة عن كل الدول المحيطة وحتى عن تركيا نتيجة الفوضى التي تعيشها المنطقة وكثرة من يعمل على الأرض ليس هناك حتى اللحظة أي إحصائيات دقيقة لكن وبكل تأكيد وأكد أن فقط ما سمعته من الأهالي أنا جلد كل المناطق المنكوبة كل الأهالي لتزال كل من نجى من هذه الأماكن يبلغ عن وجود جثامين وقتلة لم يجدوا جثامينهم أو حتى هم على قيد الحياة وبالتالي أتوقع وبحسب ما رأيته على أرض الواقع هذه الأرقام التي نتحدث عن 2500 قتيلهم فقط من وجدت جثثهم تحت الأنقاض أن الرقم سيزداد إلى ثلاث وأربع أضعاف على الشق الآخر من تم الإبلاغ عنهم حتى اللحظة من المفقودين هم 1800 شخص لكن هناك نقطة مهمة هل ممكن أن ترافق الصورة حديثك لو سمحت يا مسلم فقط من باب الاطلاع نعم سنحاول عبر الكاميرا نقل المشهد من خلفي وأحدثكم هنا أنا من مدينة حارم ما تشاهدونه الآن حتى فرق ما تبقى هنا من فرق الإنقاذ تحاول جمع بعض الأشياء مقياس لما تحت الأنقاض من المتوقع أن يكون هناك مثلا هنا في هذا البناء لا يزال هناك طابقين لم تصل إليهم فرق الإنقاذ وبالتالي يعني ركام الذي تجمع طبعا ما تشاهدونه في الصورة هو بناء طابق مكون من 6 طوابق هو مسوى بالأرض بشكل كامل تحول إلى حجارة صغيرة نتيجة أعمليات البحث بالآليات الصغيرة التي تفتت تعتمد على آلية تفتيت الحجارة ثم محاولة البحث داخل هذه الأنقاض وهي مختلفة كليا عما يجري مثلا في الدولة التركية من عمليات البحث عبر الأجهزة الحديثة محاولة سماع الصوت وغيرها ما سمعته هنا قبل قليل كان لدي ضيف من المنطقة فقد 25 شخص من أسرته وعائلته بين إخوة وأعمام وغيرها هذا الشخص قال لي أنه لليوم الرابع من المأساة بقية يسمع أصوات الأطفال تنادي من تحت الأنقاض لكن انقطعت هذه الأصوات في اليوم الخامس وبالتالي الحالة الكارثية هنا مختلفة عن الدولة التركية نتيجة الإمكانيات يعني رغم عفوا يا مسلم يعني بحسب هذه القصة التي تسردها رغم القدرة على سماع أصوات الأطفال من تحت الأنقاض إلا أن الجهود والإمكانيات لم تكن كافية حتى لتلبية نداء الإغاثة تماما وهذا ما حصل على أرض الواقع يعني الأهالي قالت أنها بقيت لليوم الثالث والرابع تسمع أصوات منهم كانوا على قيد الحياة انقطعت هذه الآمال نحن نتحدث عن أسبوع متواصل قبل ثلاثة أيام لم يخرج أي ناجي هنا في الشمال السوري آخر ما تم إخراجهم قبل أكثر من ستين ساعة هم ثلاث أشخاص رجل وطفل وامرأة وبعدها انقطعت الآمال بوجود أي أحياء وهذا ما أعلن عنه الدفاع المدني أولا ثم مدرية الصحة قالت أنه لا وجود لأي مؤشرات أن هناك أحياء تحت هذه الأنقاض هؤلاء اللي في الصورة يا مسلم إذا سمحت لي هؤلاء اللي في الصورة الجالسين هؤلاء أهالي سكان المنطقة بالتأكيد وأهالي ما زال عندهم أمل ما زال يتملكهم الأمل لانتشال أو إيجاد أهليهم من تحت الأنقاض نعم هم من الناجين من هذا المكان كانوا متواجدون مع عوائلهم في المكان القريب لا يزالون ينتظرون أي أخبار الآن يعني الأهالي هي لا تنتظر أخبار ناجين تنتظر فقط الوحث عن جثث مفقوذيها كما تشاهدونهم في الصورة يعني يجلسون منذ الصباح نحن هنا في هذه المنطقة عشرات العوائل والأشخاص أطفال ونساء وغيرها لا تزال تنتظر أي أخبار عن ذويها على الشق الآخر أيضا هنا متواجد عوائل سنحاول إظهارها عبر عدسة الكاميرا أطفال ونساء كما تشاهدون يجلسون بما حملوه من أغراض استطاعوا جمعها من منازلهم المدمرة الآن وضحوا في الصورة هذه النساء والأطفال أيضا خرجت من هذه الأماكن المدمرة بلا أي إمكانيات سواء إمكانيات مادية أو غيرها تنتظر المساعدات الدولية وتنتظر إعادة إعمار لمنازلهم أو نقلهم إلى قرى سكنية جديدة أو غيرها هناك نقطة مهمة أو التوضيحة أن هذه العوائل نزحت إلى الشمال السوري بعد نزوحها عشرات المرات ووصولها إلى هذه المنطقة أولا نتيجة القصف الجوي وغيرها وتهجيرهم من مدنهم وبالتالي ليس لديهم فقدوا كل شيء يمكن أن يعينهم على حياتهم الجديدة الآن باتوا اليوم في العراء بلا منازل وبلا أي شيء فقدوا كل ما يملكونه داخل هذه المنازل نتحدث كما ذكرت عن مئات الأشخاص الذين أبلغ عن وجودهم تحت أنقاض المنازل في بلدة حارم في بلدة جنديرس وهي الأكثر تضررا في شمال السوري وأيضا بلدات وقرى عديدة قبل قليل كنت تتحدث يا مسلم عن مجموعة من النازحين يعني الذين صاروا كنازحين إلى أين ذهبوا؟ أي المناطق التي ذهبوا إليها؟ نعم كانوا قبل قليلهم في الصورة من خلفي يقومون بجمع أشيائهم واستأجروا سيارات من هذا المكان تنقلهم إلى أماكن ربما هي أكثر أمنا وأخف من الهزات الارتدادية في جنوب محافظة إدلب ومدينة إدلب مركز المدينة هناك تجمعات لمئات النازحين والمهجرين عوائل تفترش الطرقات العامة المساجد، الصلاة الرياضية وغيرها هذه العوائل ناشدت المنظمات الإنسانية بأنها تحتاج إلى حلول سريعة لا تفيد الخيام لهذه العوائل لأنها فقدت كل شيء إن وضعت المؤسسات الإنسانية ربما الخيام وغيرها ستزيد المأساة أكثر لأنهم يحتاجون كل مقومات الحياة البسيطة بدأوا الآن من الصفر لا يملكون أي شيء بسبب الدمار الذي حتى طيب، سؤالي الأخير يا مسلم لأنه أنا قطعتك كذا مرة فقط أسأل عن موضوع النازحين كنت تتحدث عن الشق الإنساني ولربما عن وصول مساعدات نعم، في الشق الإنساني ووصول المساعدات يعني وصل حتى اللحظة ما وثقناه هو 58 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية دخلت من ثلاث معابر هي معبر باب الهوى معبر باب السلامة وأيضا معبر الحمام بالقرب من بلد الجنديرس هذه الشاحنات استلمتها المنظمات الإنسانية السورية المحلية وبدأت بتوزيعها على عموم هذه المناطق لكنها كما قالت أنها لا تشكل حتى الآن واحد بالمئة فقط من الاحتياجات الإنسانية سواء الطارئة أو حتى المستديمة المنظمات الإنسانية الآن بدأت بحلول مستدامة لكنها تحتاج إلى أشهر حتى تبني قرى سكنية فقط يعني غرفة واحدة لكل عائلة حتى تستطيع إكمال هذا الشتاء القارس الذي نعيشه في المنطقة ليلة البارحة عاشت هذه العوائل هنا من أطفال ونساء رأيتهم يعني افترشوا الأرض وقاموا بإشعال النيران بأشياء بسيطة جمعوها من الأراضي هنا الموجودة من الركام وغيره حتى يستطيعوا فقط قضاء هذه الليلة اليوم بدأوا بالانتقال إلى مناطق آمنة بعد أن فقدوا الأمل بوجود أي من ذويهم على قيد الحياة وامتالي أنا أتوقع أن تتوسع دائرة الاحتياجات الإنسانية بشكل مخيف خلال الأيام القليلة القادمة لأن العوائل أولا الآن حتى استطاعت أن تجمع أنفسها جمعة العوائل الأطفال والنساء وغيرها كانوا مشاهدين كل شخص في مكان والآن تجمعوا في أماكن سواء مراكز إيواء جماعية أو غيرها والحاجة الإنسانية بدأت فعلا بالظهور على أرض الواقع شكرا جزيلا إذن من مدينة حارم شمال إدلب الصحفي مسلم السيد عيسى